في الفيديو الاولان اتكلمنا عن الافيروسكليروزيس وقلنا انه بيحصل في منطقة الانتما في الفيديو ده هنتكلم عن المونكي بيرج سكليروزيس والارتيريولوسكليروزيس وطبعا الاهم من ده هنتكلم عن الانيونيزم بس خلينا الاول نشوف المونكي بيرج سكليروزيس ده عبارة عن فات دي بوزيشن في منطقة التونيكاميديا وورا الفات يجي الكالسيوم كمان ويحصل كالسيوم دي بوزيشن ده فين ده في منطقة التونيكاميديا يعني باقي الطبقات هتبقى سليمة ومش هيحصل ناروينج للليومن بس اصلا المرض درير وغالبا بيحصل معاه أثيروسكليروزوس اللي بينفكرك انها كانت بتحصل في التونيكا انتما وكان بيبقى معاها ناروينج وكمان الارتري ممكن يتسد تماما يبقى اللي تعرفه عن المونكي بيرج سكليروزوس انه بيحصل كالسيفيكيشن في التونيكا ميديا وده هيخلي الفيس الهارد والمرض الضيب ييجي في المسكولر ارتريز زي الفيمورال والبابلوتيال والريديال والجلوتيال وغيرهم وده صورة اكس راي لو ركزت فيها هتلاقي الارتري باينة هو أبيض زي العدم بسبب الكالسيفيكيشن اللي حصل فيه والمرض ده مش عارفين له سبب واضح بعد كده الارتريولوسكليروزوس من اسمه بيحصل في الفيسلز اللي الديامتر بتاعها 100 ملي متر أو أقل اللي رايحها للسبلين والكني والبانكريس وهنا هيحصل ناروينج في اليومن والارتريولوسكليروزوس بيحصل بسبب الايجينج والهايبرتنش بعد كده عندنا حاجة اسمها الانيوريزم اللي ظهر قدامك ده لو بصيت هنا كده هتلاقي حتة معينة في الول بتاع الارتري تنفخت كده ليه؟ لأنه حصل ويكننج في الحتة دي فما استحملتش الضغط بتاع الدم فتنفخت زي ما انت شايف يبقى الانيوريزم عبارة عن لوكاليزد ابنورمال دايلاتيشن حصل في الارتري بسبب ويكننج الجزء معين في الول السمو الانيوريزم ده نعين يا اما ترو انيوريزم يا اما سودو انيوريزم او فولس انيوريزم اللي هو اسمه برضو طب احنا نفرق ازاي هل ده ترو انيوريزم ولا سودو انيوريزم بيقولك ان السودو انيوريزم ده بيحصل فيه انجيري للول بتاع الارتري الانجيري ده بيخترق التونيكاميديا والدم يبتدي يطلع يعمل كيس مليان دم في منطقة الادفينتيشيا انما الترو انيوريزم مش هيحصل فيه انجيري ولا حاجة ده مجرد ويكننج الجزء معين من الول هيخلي الجزء ده يتنفخ لكن لازال الجزء ده بارت من الارتري عادي الاسباب اللي تخلي الانيوريزم يتكون يا اما كونجينتل يا اما لوكال انفكشن يا اما سيستاميك ديزيس يا اما تروما الانيوريزم ممكن ياخد اشكال مختلفة يعني مثلا الشكل ده اسمه بيري انيوريزم الديامتر بتاعه اقل من نص صمتي كلمة بيري دي معناها توت فهم اسموه كده عشان شبه حبات التوت اللي انت شايفها دي فانت تيجي بقى غير تمسك في الحيطة دي تقول بقى له ومش شبه يتوت ومش عارفه فاحنا تجنبه للحوار اللي انت هتعمله والاسئلة الوجودية اللي انت هتسألها لازم بسرعة الروح على طول على النوع التاني اللي اسمه ساكيودر اانيوريزم ساكي يعني كيس ولو انت ركزت شوية ممكن تتلغبط ما بينه وما بين السوديوانيوريزم اللي هي الهيماتومه بس انت مش هتتلغبط ولا حاجة لان احنا قلنا ان السوديوانيوريزم هيحصل فيه انجري للتوني كاميديا والدم هيطلع منها ويروح على الادفينتيش هيجمع هناك لكن التروانيوريزم معناها هيحصل ديلاتيشن ولا زال جزء من الوول والديامتر بتاع الساكيلر اانيوريزم من نص صنطي ممكن يوصل لخمستاشر صنطي والنوعين دول كونجينيتل وبيحصلوا في الانترا كرينيال ارتز الشكل الثالث هو الفيوزي فورم اانيوريزم يعني ديلاتيشن مزحوب شوية ولو تسحب شوية كمان هيبقى النوع الرابع اللي اسمه سيلندرويد اانيوريزم بص يغالي على الصورة دي هتبين الفرقة هما بين الانواع شوية ولو بصيت على الفولس اانيوريزم هتلاقي الانجري بينه لكن الساكيلر اانيوريزم كل الطبقات موجودة عادي كمان صورة تانية هيبص عليها كويس طيب نمسك الاورتيك اانيوريزم ونتكلم عنه شوية كده اول حاجة هو الافيروس كليرواتيك اانيوريزم ده ايه ده ترى ده اانيوريزم هيحصل في الاورطة بسبب اثيروس كليروسيس ده مش كده وبس ده الافيروس كليروسيز ده كمان the most common cause of acoustic aaniourism وممكن يحصل في اي جزء من الارتري لكن اكتر حتة هي الامدومين الاورطة تحت الليفل بتاع الرينة ارتريزم الاورتيك اانيوريزم ممكن تاخد اشكال وبسبب الاثيروسكليروزيس هتلاقي انه فيه ثرومبوس اتكونت في الانوريزم طيب ايه الكمليكيشن اللي ممكن تحصل رقم واحد ممكن يحصل اوكلوجن في الارتزم زي الايليك والرينر والميزنترك بسبب الثرومبوس اللي تكونت الثرومبوس دي ممكن ينفصل منها حتة بنسميها ايمبوليس وتعمل برضو ثرومبو ايمبوليك كومليكيشن ده كمان ممكن الانوريزم تضغط على الفرتبري وتعمل لها ايروجين زي الصورة دي وطبعا ممكن يحصل ربتشر للانوريزم ويحصل ماسيف انترنال بليدي ودي حاجة فيتل تموت العين لو ما تلحقش تاني نوع اسمه سيفاليتك انوريزم بيحصل في الثرد ستيج اوف سيفاليس فين في الاسسندينج او ارطة والقرش بتاع الاورطة الاول هيحصل انفلاميشن في الادفينتيشي واللي هتعمل حاجة اسمها اندارترايتس اوبليترنز للفازافازورا الاندارترايتس معناها انفلاميشن وابليترنز معناها اوكلوجن والفازافازورا دي معناها الفيسلز الصغيرة جدا اللي بتغزي الفيسلز الكبيرة يعني الفيسلز اللي بتغزي الفيسلز بعد كده يحصل نكروزز في منطقة الميديا والنكروزز ده بيهيل بالفايبروزز ويتكون سكار واللي هيعمل ويكيننج في الورد ويتكون انيوريزم وفي حاجة مميزة في النوع ده من الانيوريزم انه الانتما بتاعة الاورطة هتاخد بارك تري ابيرانس اللي هو كده وهتشوفها اوضح في الصور في الاخر بالنسبة للكمبليكيشنز اهم حاجة الكمبريشن اللي هتعملها الانيوريزم يعني هيحصل كومبريشن على اللنج والإيرويز وده يعمل difficulty in breathing كومبريشن على الإيسوفيجس وده يعمل difficulty in swallowing تضغط على الريكانت لارينجيال نورف وتعمل persistent brasy cuff البرasy cuff ده نوع من الكحة كده ليها صوت حاد شوية مش موضوعنا رابع حاجة ممكن تعمل إيروجن للربس او الفرتبري وطبعا لو حصل لها ربط شرف اللنج هيعمل hemoptysis يعني coughing of blood ولو حصل retrograde extension للانيوريزم على الاورتك فالف ده هيعمل نتيجة ده مع الوقت هيحصل lift ventricular overload ويبتدي يحصل بيسموه core bovenum core يعني heart and bovenum معناها كاو وهتشوف برضو صورتها الوضوح في الاخر خلصنا الانيوريزم بس في حاجة بتحصل كمان في الاورتة اسمها او dissecting hematoma ايه اللي بيحصل بيحصل تير في منطقة الانتما ويبتدي يحصل leakage of blood ما بين الانتما والميديا ويتكون intramural blood filled channel خلي بالك ده تشانل ها يعني الدم هيمشي بالطول ما بين الانتما والميديا لانه الانجري في الانتما لكن السوديو انيوريزم بمفكرك كان الانجري بيعدي لحد الميديا والدم هيتجمع في الادفنتيشيه خلي بالك ده اسمه overtic dissection ما جبناش سيرة الانيوريزم احنا خلصنا الانيوريزم خلاص يعني مش هيحصل dilatation كبير وواضح زي الانيوريزم بالنسبة للclinical features العيان هيجيلك sudden onset of severe pain هيبتدي في الباك وبعدين ينزل downward complication اول حاجة ممكن يحصل extension للdissection ده على فوق على great arteries بتاعت النكة او البرانشات الكبيرة بتاعت الاورطة ولو حصل retrograde extension هيعمل disruption للأورطيك فالف وطبعا اخطر حاجة انه يحصل rupture للdissection في body cavities سواء البروتينية الكافيتي او البلورا او البركاردية الكافيتي ودي حاجة فيه تلطبع بص انا عارف انك تعبت بس فاضلنا نبص على الكام صورة طبعا اول صورة دي للهارت هو جزء من ascending thoracic aorta الصورة دي فيها كزا حاجة اول حاجة للهارت enlarged وبعدين الحتة اللي بيشاور عليها السهم دي فيها circular aneurysm نتيجة سفاليتك اورتايتس هتقول لي عرفت ازاي انها سفاليتك سؤال حلو جدا وخبيس على فكرة بص كده على الانتمة بتاعت الاورتة هتلاقيها مدية شكل اللي قلنا عليه في السفاليتك انيوريزم هتقول لي لا مش باين صراحة يعني مش باين حاجة هقول لك فعلا مش باين حاجة بس هي مكتوبة كده في الكتاب هو المحاضي قبل ان نصير الصورة دي بص كده على الاطورته هتلاقي حتة صفجة كده شوي دي الاثيروميتس بليكس نسيب هذا الصورة الى ونشوف الصورة الي بعدها دي برضو صورة للهارت وجزء من الاسندنج اورتة وديه مفتوح برضو زي الصورة اللي فاتت فى cellphone بنبص عليه من الدول وبعدين به خط بارك من الحتة الصفجة والحتة البيضة وحن بنسميها ايه يا ترى اسم الله عليك بنسميها having . برضو الاؤورته واخد بركpeopleCOM بيرنس. يبقى ده نوع من الانيوريزم. او بيسموه وشكله هنا في طبعا مش هيبان قوي عشان احنا فاتحين الاورطة وبنبص عليه من جوه. هتقول لي طب لما هو مش باين انت عرفت ازاي? هقول لك برضو موجودة في الكتاب وبطل تسأل الاسئلة دي. لو بصيت على الهارت هتلاقيه كبير كده منفوخ. كنا بنقول عليه طيب بص على الصورة دي. ده الابدومين الاورطة. النص اللي فوق مليان حتة صفرة وبيضة يبقى ايه? اثيروميتس بليكس تمام. والحتة المنفوخة دي اسمها ساكيلر انيوريزم. الصورة دي برضو للابدومين الاورطة. الانيوريزم ده نوع ايه ترى? مسحوب شوية كده يبقى بنسميه فيوزي فورم انيوريزم.